حملة بقى أطلقها حملة أطلقها زي حواس ودي حاجة خاصة طبعا بالأثار وده علشان رد راس نيفرتيتي حيا الموضوع ده جمعا بجد يعني مش ممكن أنا أعتقد هطلع بجد وأكمل الشمع نفسي أيما هو الفحل أنت بتقولي رد راس نيفرتيتي إنه ترجع مصر هل هي ردها في المسجد ولا في المعبد أنا آسف خلاص لا 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 صعبة قوي صعبة صعبة جدا أنا آسف ممكن أقول الخبر طيب فضل أنا هسكت حملة أطلقها زي حواس لرد راس نيفرتيتي من ألمانيا خليني أقول لكم إن مبارح كان فيه كامبين زي حواس عملها والكامبين دي كانت علشان يرجعوا راس نيفرتيتي والموجودة في مطحف في بيرلين أو في ألمانيا والحقيقة إن الكامبين دي أو مش بكمبين هي بتشن اتعملت وزي حواس طلب من إن الناس ديساين أو إن هما يعني يوقعوا عليها وهي موجودة أونلاين موجودة على الويبسايت بتاعه وقال لهم إن دي بتشن أو عريضة أنا عملتها علشان نرجع بيها راس نيفرتيتي تاني لمصر وبعد ما هي كانت في ألمانيا وطبعاً الكلام دي بقاله سنين كتير ولكن بعد ما يعني لقوا إن هي لقوا هي مفروض ترجع مصر والحقيقة إن دي برضو مش أول كامبين تتعامل أو مش أول كامبين زي حواس يعملها علشان يعني يعني يرجع أثار مصر الموجودة في الخارج وهو كان برضو عمل كامبين تانية أو بتشن تانية إن هو يرجع حجر رشيد فالكامبين دي مش أول مرة تحصل ولكن الكلام كتير قوي كان على الكامبين وإن قد إيه ناس اتفعلت مع الكامبين دي وناس فعلاً بالطالب يعني بيسألوا طب يعني هي ليه أصلاً موجودة برا مصر وإيه اللي خرجها برا مصر وليه موجودة بعد السنين دي كلها بنطلب تاني إن هي ترجع يعني ناس كتير عملها بتتسالحها أسئلة كتير ولكن خليني أقول لكم برضو إن زي حواس قال إن دي لجنة وطنية وليست حكومية فدي حاجة مفروض مش حاجة مش حاجة يعني هي حاجة خاصة بالدولة بنا ككل مش حاجة حكومية بس لا هي حاجة خاصة بنا كلنا وإيثنك دي عشان نحن نرجع الرأس نبريتيتي وبردو علشان الكامبين يشارك فيها ناس كتير فمتحسش إن دي حاجة خاصة بالحكومة بس بس هي يعني لو هتطلوا إن حاجة ترجع مش هنطلب براس نبريتيتي بس يعني في مسلات في إيطاليا وفرنسا مسروقة من النام زي ما محدش بيتكلم فيها يعني دلوقتي أنا فتحت إحصائية قدامي بعدد القطع بس الموجودة برا مصر يعني بيقول المتحف البريطاني في أكتر من 100 ألف قطعة طبعا إحنا مش عارف هل دي مهدى ولا مسروقة ولا أخذها إمتى برلين فيها 80 ألف قطعة اللوفر فيها 50 ألف قطعة في مدحف اسم الفلون الجميلة بوستون أمريكا فيها 45 ألف قطعة لا فيه 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 أرقام مرعبة فأنت لو هتيجي تضم أنت بتتكلم مثلا لو هنجمع كل الأرقام دي أنت بتتكلم مثلا 300 ألف قطعة أو 400 ألف قطعة برا مصر طبعا ليه ما نرجعه مش مش همه بتوعنا مش حقنا يعني مش رأس نبريتي بس اللي احنا لازم نطالب بيها هو واحدة اللي بنطالب بيها علشان هو برضو يعني الدكتور زيحة ويسأل في الستيتمنت أو يعني هو بيعلن عن العريضة اللي بيطلب من الناس أن هم يوقعوا عليها قال إن هي رأس نبريتيتي خرجت من مصر بشكل غير قانوني فأي تينك ده السبب أو المين ريزين إن احنا إن هو بيطالب إن هي ترجع لمصر وده اللي اكتشفوا برضو إن ده هو أعلن عنه إن هو اكتشفوا إن هي خرجت أو أكدوا إن هي خرجت من مصر بشكل غير قانوني فبيطالب إن هي ترجع تاني من برلين والله قانوني أو مش قانوني فإحنا أولى بيها يعني ده اللي أنا عرفه يعني فيه جورج ديفيد جورج باللي أنا حد يجيب لي رأس جدي تقول لي في المنام وقال لي خدني والله إحنا كلنا عايزين ناخده يعني كلنا عايزين كلنا حلمنا في الخربوش الزغير إيه ده؟ اللي يخلينا نعدي ب2-3 مليون دولار كده مش أنت لوحدك ديفيد في برضو السعر القديم مش عجبهم عايزين يرجعوها يا إما يدفعوا فرق يعني لا بيقولينا دي راسة يا سام بدر في حد يقول معلومة مهمة جدا اسمه سام جندي يقول قانون منع التجارة في الأسار صدر في 1990 وقبل كده كان التجارة في الأسار قانونية على فكرة اللي بيأكد كلام وسام إن لو دخلتوا على جوجل هتلاقي فيه صور لمصريين زمان كان بيبيعوا الموايوات دي في الشارع والصور دي مش شرقوي والواحد دي وقتها ما بتفرجع على الصور دي ما كانتش متخيل يعني اهل السيستم أو النظام اللي كانت بيسمح أو بيتيح للبشر إن هما يتجروا في الموايوات في الشارع يعني كان فيه سوق موايوات في الشارع ممكن تيجي تروح تشلك ملك من الملوك وتاخده في بيتك كاكاتة أصار يعني بص يا الأراء بقى الحقيقة إن الأراء على الخبر ده مختلفة جدا فيه ناس بتقولك إن إحنا إلي ضمننا إن إحنا بعد ما نرجعها مصر ما تروحش تاني وبرضو بشكل يبقى غير قانوني فيه رأي تاني برضو بيقول إن إحنا مش مستعدين أو مش مؤهلين مش مجهزين لحماية راس نفريتيتي أنا حابب أفكركم إن فيه كان فيه قضية من 3-4 صنين المتهم فيها أخو الوزير بوتروس غالي هو ممثل على فكرة ممثل ومعروف لو دخلت سوريشتها الموضبة لهو كان متهم في إن هو قدر يهرب كونتينر أصار فيه أكتر من 39 ألف قطعة أسارية لإيطاليا هو خرج من قريب خرج تعفو صحي تقريبا ومعرفش الكونتينر ده وصل لحد فين ولا إطالي هالم صدريته ولا وصل لنا بس دي كتقضية مشهورة أوي في مصر المتهم فيها كان أخو بوتروس غالي وزير المالية أيام حسن مبارك كتقضية مشهورة أوي فدي من ضمن بس الحاجات اللي هي اللي طلعت على الوش ما نعرفش الباقي فين أو ما نعرفش كمان اللي بيباعه جوه البلد مش برر البلد بقى أكتر شريف بيقول لنا طبع نرجع طبع نعمل حملة عشان نرجع بها حجر رشيد الحقيقة يا شريف دي مش أول كامبين أصلا أو مش أول عريضة دكتور زيح حواسي يعملها لأ هو قريدي برضو عمل في 20-22 عمل عريضة أو تانية كان بيطالب فيها بأن هما يرجعوا برضو حجر رشيد فقريدي تعاملت ولكن يعني هيكل دي مطالبات نفهم؟ احنا بنطالب بالنهاية ترجع بنطالب بنحاول ومشكلة اللي بيطالب ناس يعني زيح حواسي مش أي سلطة إدارية أو يعني هو مجرد عالم أصار دلوقتي يعني عكس الأول هو كان وزير تقريبا في فترة من التطلط بس دلوقتي هو مش وزير يعني مش مش شخص زيه قرار فليه ليه ده ما يكونش توجه الدولة قصدت نفسها ما عرفش الصراحة في أهلاوي بيقول لنا طيب الأول نحفظ على اللي عندنا نعم دك حق بس ما نقولش بصوت عالي عشان في أهلاوي بيقول لنا عشان فخامة السيد عبفتاح السيسي معنا في اللايف على التيكتوك وممكن يحبسناك يا علاء بيقول لنا دي حقيقة الأثور كانت بتتبعها عادي جدا I think بيأكد كلامك آه لا في صور منتشر جدا على جوجل وصور حقيقية الأثور دي كانت بتتبعها في الشارع عادي جدا في الأربعينات والتربعينات وأعتقد وبعد كده وأنه يوائزة نفسها كانت بتتبعها في الشارع لأن الحاجات دي أصلا ما كانت كانت مفتحة للكل يعني اللي كانت بيلاقي حاجة كان بيأخذها لأنه برضو كان الدولة ساعتها ما كانتش بالتطور أو بالسيستماتيك دلوقتي أوكي دلوقتي بقى فيه كاميرات فيه دوريات في الأماكن فيه باعثات بتنقع بالحاجات دي إنما زمان ما كانش فيه كل التطور أو السيستماتيك زي دلوقتي يعني ما كانش فيه دولة لها نظام زي دلوقتي فالدينة دلوقتي محجمة لأنه زمان لا زمان اللي كان مثلا الأهرامات الأهرامات اللي في سقارة فيه على الفكرة فيه أهرامات كتير أو في سقارة غير الثلاثة عجيزة فكان ممكن حد يخش يلاقي حاجة يخش ياخدها ويبيعها في الشارع أوكي فالموضوع ما كانش محجم زي دلوقتي طبع أنت كبيجاد هتساين البتاشن دي لأ لأن أنا لو ردت لأ لي أنا أقول لك أنا لو ردت رأس الانفرتيت أنا هبيعها أنا لو في أي خربوش أثار هبيعها أنا أولى بالاثنين من الدولار يا جماعة من موقعها هذا ببلغ عن بجد وزارة الأثار منش هتبيجي أخده من جنبي تاجر أثار بيطلع على على مين مش عايز يعمل كده مين مش عايز نقل أثار بلدك إيه اللي مين مش عايز يعمل كده هتبيعها خلاص ماته ماته إيه الحي أولى بالميت هتبيعها عادي كده هي أولى من الميت مش بالميت أنا كده بقى كونست صريعة الحي قبلها بالميت فعلا يعني هو ده خلاص رجل مات يعني فعيل رجل ماته إيه يعني يقول لك دي أثار دولة دلوقتي تعرف يعني اثنين مليون دولار في خربوش زغير عارفة الاثنين مليون دولار إيه خربوش ده أصلا خربوش ده يعني ببقى قطع تثار زغيرة كده ماشي هي مسموها خربوش ضغير ضغير يوقع تمثال صغير كده تمثال يعني اه فروس الاثنين مليون دولار دول لما تدرون في خمسين يا الله ميت مليون جنيه هنا ده صباح الخير بجد أنا اي كانت بجد أنا حسن أنا بجد لأ بص يعني خلينا نحط يا جماعة بجدر أنا هبلغ أنا هبلغ عنه ثلاث والفروس على جنب احنا بنشتغل عشان الفروس وبنشش الفروس أنا لو يقف لو راس نفرتدي دي وقعت قدامي دا في دا يعني للمشتري الأكثر تقييما هلأ ايه بيقول لك هنزل على ايه بي بحترم صراحتك لما كانك هبيع وعمل مشاريع وعمل حملة لاسترجاع اثر بص بعد ما يبيع يعني بص هما ذات نفسهم الحكومة ما هنفهمك حد دلوقتي الحكومة هتاخد راس نفرتدي تتميبها ايه هتعطف مدحف عشان الناس تروح تزورها تدفع تكت والحكومة لتاخد الفلوس أنا ليه ماخدهاش ولا بنتبط السوداء يا جماعة واحد بيقول لنا ودعوا بي جيد على تجد مش هنلاقيه بعد كده احنا فين كمواطنين من الحاجات دي وسانيا طلما الحاجة دي لقيتها في أرضي فدي ملكي بس الوضوع ده بالنسبة لي منتهي وتجارة الأسار مما اعتقدش انها حرام انت بتفتي كمان انت قاعد بتفتي المحرم السلاح والمخدرات والضعراء اتاك ان انت مش مفروض تاخد اي حاجة مش بتاعتك لقيتها في أرضي ملكي ملكك منين الارض دي ملكي اي حاجة فيها بتاعتي انت مين قال لهاك ان الارض ملكك انت مين اقول لك لو لقيت حاجة في أرض انا مثلا عندي إيرات أرض في سقارة ولاي دفعها حاجة دي ملكي ليه الدولة تاخدها انا مش دفع حق الارض دي يمكنك دفع حق الارض دي حتى البزرة ثانية واحدة انت دفع حق الارض منين يعني يعني دفع حق الارض انا بتكلم لو انا لو انا شاري أرض ولاي دفع أسار هتاخد بقى كل حاجة تحت المفروض اه يعني ان ليه لحد النواية الأرضية تحت دي بتاعتي النواية الأرضية بص بص الكوانت على التقيق الناس كلها يتقيدني شكلك هتبقى الخبر الجديد يا معا استنوني بكرة وأنا بقول الخبر عن بجد لا 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 قلولنا كده يا جماعتم يعني ممكن تدخلوا على الويبسايت بتاع زي حواس وتساين البتشن تفعل أن العريضة المعمولة ولا مش مهتمين ولا ممكن تعملوا ايه كل الناس اللي بتفرج علينا دلوقتي دي أصلا بتنشل تجار أثار لو خربوش وقع في عديهم هيبقوا تجار أثار جدا وكل واحدة يروح يجيب الدكتور الخبير طبعا اللي في قصة الأثار هيفها معانيه دكتور هو مش رازم يبقى الدكتور باشا هو الشخص اللي بيقيم الأثار في عملية التجارة اسمه دكتور الخبير بتاع الأثار اسمه دكتور كله هيجيب الدكتور وكله هيقيم وكله هيبيع مش أنا بس ده الواقع عليها بتقولك الأرض للشعب لكن هناك قانون يحكم الجميع حتى تكون القسمة بالعدل مش تاخد كل حاجة عليها بيعب تكتور عليها هينزلي معانا على الأرض هنا ولاش يوتيوب يا اللي انت عايشة فيها شريف بيقولك عايز عايز حلاوة عايز حلاوة سيدة ولا بالشوكولات أنا بحب الحلاوة اللي هي بالشوكولات الصحيح ده واحد دي عكسك أنا مش اكلمك عشان بيت تلعصورة مدحكة حلوة بي شوك تانكيو انت فخامت الرئيسة عرفتها حسيسي معانا في الليل بيقولنا انت لو عايزت تتحبت نش تقول كده هما كده كده مش يعني يفتكروني سو ساد دي انا بتقولك كلامك صح مية مية في واحد يجي بيقول بتقول خربيش كتير شكلك كده عكشت واحد والله انا لو عكشت واحد ما كنتش هتشوفوني هنا ما كنتش هتبقى شغال انا شغالين سليفز سليفز جاب لست شايفك بان الكاميرا هي الحال hoş ليس قل على علينا الحمد لا تهيامي دايما بيقولنا هو بيتفرج علينا دايما الكاميرا بتاعته الحال怪ه بتقولو kiπتفرج علي واحد بيكس بيقول لك كده هتتحيب شطرت من شوالك والله يعني هي كده كان رزق على ربنا بيكس بيقول لك هنيجي نزورك ما تيدعش يعني الحمد لله انت لو اتكلت على ربنا هتخش في الحين مش قوي يعني لازمت تزد الحسابة عشان ما ترشد تدرى مديرك ان شاء الله خير افتكروني بس لو اختفت لفترك انا اسأل عني احد بيقول اتكلم منير بيقول اتكلم على الناس اللي شغالة فكار المعمار دول ربنا يكون معاهم الصراحة لان الفترة دي فترة صعبة على الفئات كلها اللي في مصر في ظل الاوضاع الاقتصادية كلنا محقق قهرتين المعمار بقى فوعلي يومجي اي حاجة كلنا قهرتنا من اعلى فئة تحت الاخر فئة اهلا يبي بيقول لك واخر حبوب شجاعة النهاردة ولا النسكة فيه في حاجة لا عن فكرة اهلاوي اهلاوي انا دايما اصلا هما بيبدو يطلعونيش في اللايف عشان دي ارائي يعني هما اصلا بيمنعوني ان انا اطلع في اللايف دايما لان انا لأ عشان هو بيجاد بيحب يثري الجدل وخلاص بغادة نزع عن اي خبر لازم يبقى ليه رأيي بيثير بالجدل ما تبصش شريف بيقول بس وقليل بردو اثنين مليون دولار على راس نيفرتيتي لا ما انا بتكلم عن اثنين مليون دولار ده بسمك عشان الخربوش الصغير انما راس نيفرتيتي بقى ممكن تخشرها في دي لازم لها دكتوري قايم الموضر السيقاب هو من عقب اسم ايه ده اسم ايه العقاب اه انا طلع عين اهلي حد ما سفرت الكويت صفرنا معاك عقاب يعني ان لم تروا عندك عقد عمل البردوكشن او فيديو ايديوتور انا موجود في محمد ماهر بيقول لنا ام نيو هير ايديس لايك ابودكاست اه هو في بودكاست تقدر تسمعه على ابل بودكاست جوجل وانغامي وسبوتيفاي ولكن ده لايف من التيك توك وفي لايف برضو على انستجرام وبنتلع كل يوم الساعة 11 والحد الخميس نقول لكم كل الاخبار اللي بتحصل والحاجات الترندي اه وبنمدنى اكتماعكم الكمنتاب دعاكم على التيك توك وبنحب دايما نسمع الكمنت اللي انتو بتكتبوها ورأيكو على الستويز اللي احنا بنقولها ولونا برضو انتو ممكن تساين البتاشن دي يعني البتاشن دي موجودة هتلاقوها في الويبسايت بتاع دكتور زايا حواس وهو منزلها عنده هاد اللي هتدخله تساين البتاشن وتطلبه فعلا باعادة راس نبيتيتي لمصر انا هخش رساين بس اكتف الاخكه ومحتاج الناس ببتعتي واحد في المياه واحد في المياه من حقها يعني انتم مدركين واحد في المياه من 100 مليون كتير واحد في المياه من 100 يعني كامل مفروض اثار بلدك مش للبيع انت عارف كده مليون دولار يا اخي انا معي مليون دولار مقتشعة العدد دي جنب الناس دي جنب الناس دي يا جماعة رده لبي جيد حد بيقولك حد بيقولك يا صاحبي معيك طفاحة وعايز خربوش انا تأذك على الايفون يا شاب كل جديد شايل الايفون وحاجة بلوست يعني بس خلاص ببا ببا اشتركوا في القناة